يوماً أراد الحياة ولابد للحق أن ينتصر ولابد للليل أن ينجل ولابد للقيدي أن ينكسر من الشعب يوماً أراد الحياة ولابد للحق أن ينتصر ولابد للقيدي أن ينكسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدي الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأحواز المنسية حين تكون مسلماً فإنه يعني الانتماء الكامل لهذا الدين بجميع ما فيه كل حياتك تبعاً لقوالينه وأحكامه قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إذن فكل حركة وسكنة لابد أن تكون تبعاً لهذا الدين واتباعاً لشرائعه فماذا يعني الانتماء لدين الإسلام؟ حلقتنا لهذا المساء مع ضيفنا فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق للحديث حول هذا الموضوع حياكم الله شيخ سعد وأهلاً وسهلاً بك حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا ممن يعتز بدينه وأن يرزقنا العزة في الدنيا والآخرة ومرحباً بإخواننا في أحوازنا الغالية نبعثها من قلب نجد تسيل فلا تبقي واد إلا وقد شوشب بعدها وأهلاً بالجميع حياكم الله شيخ وأهلاً وسهلاً بك مفهوم الانتماء للإسلام الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله أيها الأخيار عندما بعث الله نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين أتى ليؤسس في قلوب المؤمنين عقيدة يصلون بها إلى مرضات ربهم بل إن الإسلام الذي نتحدث الآن عن الانتماء له هو سؤال من أسئلة القبر سنسأل عن هذا الدين ما دينك انتماؤنا لهذا الدين هو مشروع الحياة الانتماء معناه أن تصوغ حياتك سلوكاً عقيدةً أخلاقاً فكراً تعاملاً في كل ثنايا وأعطاف الحياة أن تصوغها وفق مراد الله كما كرمت بقراءة الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين أن تكون الحياة محراب عبادة لله جل وعلا توالي من يوالي تعادي من يعادي تكفر بمن أمرك أن تكفر به ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أن تعيش لأجل هذا الدين تتلذذ تتلذذ وأنت تنصر هذا الدين بعد أن يمتلئ جوانحك حباً لله رجاء وخوفاً وهذه أركان العبادة صياغة الحياة على أن تكون معتزاً بهذا الدين معنى ذلك إياك أن تتشتت هذه النفس أو أن تتمزق هذه الروح أو أن تتخذ في هذا الدين طرق عدة تفرقك وتمزقك عن وحدة هذا الدين العظيم أني أعجب ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه ليصلوا في بيت الأرقم ثم يخرجون رضي الله عن الأرقم ترى عمره 16 سنة عندما جمع الناس في بيته انظر البذل كيف الانتماء لهذا الدين تحت الصفاء في بيت يملكه شاب يجتمع الصحابة وللمعلومية الصحابة يجتمعون في هذا البيت لأنه لا يمكن إلا أن يلتفوا حول هذا الداعي الذي يدلهم على الجنة هو الذي ينبغي أن يحبى وهذه من عقيدة الولاء أن تحب محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من حب نفسك ومن حب أمك أمك أخرجتك إلى الحياة وهو أخرجك من النار إلى الجنة ثم يقودهم حبيبنا عليه الصلاة والسلام في فستاطين في طريقين في طابورين لنسميها في صفين يسيرون إلى الكعبة بقيادته وخلفه حمزة وعمر ويصلون صلاة الجماعة إنما تنمي هذا الاجتماع الجميل وهذا الانتماء الجميل وصلاة الجمعة ثم ينتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهناك أول قرار بعد بناء المسجد أو نعم بعد بناء المسجد المؤاخات بين المؤمنين الانتماء إذن صر الحياة يعني قبل الإسلام ممكن الإنسان تكون القبيلة تجذبه ممكن أن تكون الأعراف يمكن أن يكون العرق ممكن أن يكون حتى يدخل نور الإيمان في قلبه وهنا يترك ركام الدنيا والجاهلية الجهلاء والمفاخرة بالأحساب والأنساب والأعراق واللون إلى أن يتحدث عن لا إله إلا الله يدخل مع باب يدخل منه آدم ونوح وقبلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يدخل بلال وهو حبشي ويدخل سلمان وهو فارسي ويدخل صهيب وهو رومي إنه الدين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمهم أكبر الدين فضيلة الشيخ سعد فوق جميع الاعتبارات سواء كانت سياسية سواء كانت اجتماعية سواء كانت عنصرية أو تحزبات كيف يمكن تطويع مثل هذه الأمور في هذا الدين العظيم لو أني رأيت أحدا معه قربه يا شيخ عبد الله معه قربه وأتى للخليج أو أتى للمحيط الأطلسي أو أي محيط ومعه القربة فلما سألناه على شاطئ المحيط يقول أريد أن أجمع هذا المحيط وهذا البحر في قربتي لضحك عن عليه حتى الموتى وضحك كل من يمر عليه أتجمع بحرا في قربتك أو في كوب من معك هذا الذي يريد أن يجمع ديننا ويجعله عبر أفق ضيق يجمعه في قربة أو في وعاء يجمع فيه ما يريد نقول له حنانيك رويدك هذا الدين عظيم فسطات عظيم هذا الدين ينبغي أن لا نحزبه وأن لا نفرق الناس حوله ولا أن نبدأ نهدم ولذلك الشيطان من أكبر قال العلماء واحفظوها أيها الأخيار إن أكبر جريمة في الإسلام وإثم في الإسلام بعد الكفر والشرك أن تفرق المسلمين أن تبث بذور الفرقة بينهم لأن أعداء الإسلام يريدوننا اليوم أن عجزوا عن صرفنا عن هذا الدين ماذا فعلوا؟ بثوا بذور الفرقة بيننا كيف أن يجعل حيلنا بيننا كما قال الأولين حيلهم بينهم يعني يجعل سهمك في صدر أخيك رمحك في ظهر أخيك شوكتك في نحر أخيك ولذلك قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم ذكرنا يوم أن كنا أشتاة متفرقين يقول الله جل وعلا أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فرقوا دينهم كيف هذا الدين فسطاط نجلس تحته نختلف تنوعا لكننا لا نتضاد لأن العقيدة واحدة أنا أختلف وإياك لربما في بعض الأفكار التي يسوق فيها الاختلاف لكن ومع ذلك يبقى عقيدتنا واحدة لكن هناك من يحول وهذا الجدل أو هذا الخلاف إلى اتهام في العقيدة وهذا موجود في تيارات هذا من دوب الشيطان الرجيم في تسويق جهنم من دوب الشيطان الرجيم في تمزيق صف المسلمين الشيطان عندما يئس أن نعبده في جزيرة العرب خاصة ماذا فعل؟ يوم أن يئس قال ولكن في التحريش بينهم عندما يئس أن يدعون إلى صنم أن هبا ليس موجود أن لا تهدم ذو الخلصة انتهى فحل الفحول اللي كان يطف عليه انتهى لكن ما الذي بقي؟ بقيت بذور الشيطان في نفوس بعض الذين يحملون عقائدنا ويحملون ديننا ويتسمون بأسمائنا وهم الذين يقومون بتمزيق الأمة من داخل حصونها ولذا الأمة ربما تنظر خلف الأسوار إلى أعدائها وما علمت أن الرماح التي في يد بعض أبنائها أخطر والله عليها من أعدائها اليهودي الكافر النصراني الكافر انتهينا معه مع أنهم أن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة لكن ماذا نقول عن أخي لنا في صفنا يأتي في زينا وبلساننا وبجنسيتنا ولابس نشماغ أحيانا ولابس بشت أحيانا ثم يدعي الخوف علينا ثم يبذر سرطانات الخلاف بين المسلمين أولئك والله أخطر على الأمة من أولئك الذين يقفون في الصف الآخر وفي الفسطات المقابل وهم يناويون ديننا الشيطان شيخ عبد الله إخواني الآن تجد أن بعض الناس يريد أن يذوق حلاوة الإيمان لا يجدها القلب مزدحم القلب مستودع للأحزان الشيطان إذا أراد أن أن يفصم عرى هذا الدين فصم عرى الأخوة جعلني بدل ما أوجه سهمي إلى أعدائي أوجهي إلى إخواني بدل ما أختلف مع إخواني تنوعا في الاجتهاد في العمل لخدمة هذا الدين أبدأ أصنفهم أبدعهم أحكم على نياتهم أحملهم على أسوأ المحامل أبدأ أتهم نياتهم ثم والله يا شيخ عبد الله من بعض الناس الآن حياته وهو يدعي الاستقامة حياته لا ينبه عن خطر رافضة ولا عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن المنافقين ولا عن الليبراليين ولا عن العلمانيين إنما يحذر عن إخوانه أهل السنة من المسلمين أي استخدام رخيص عبث الشيطان بأولئك المساكين إي وربي الذي جعل حتى لذة الإيمان لا تجد في شغاف قلوبهم نور الذي جعلت تلك الوجوه مضرمة استخدام الشيطان لهم جند وحربة كلما قام بناء للمسلمين أتوا وفجروا أصوله حتى يسقط على المؤمنين ويخر السقف عليهم الله هذا من جهل من الجهل ولذلك نقول عندما نقول اذهبوا للعلماء استفتوا العلماء اطلبوا العلماء احملوا الناس على أفضل المحام لإخوانكم يبقى أنه يقول لا إله إلا الله بحقها أنا لا أدعي أنه أقول كل من قال لا إله أحيانا قد يكون منافق قد يكون مبتدع قد يكون لكنني أقول كل من قالها يا أخي وهو من إخوانك وفي فسطاتك إصطاتك ويا أخي العلم الذي عندك نهله في نفس جامعاتك اللي تخرجت منها علماؤك الذين تحبهم ويحبهم وهذا الوطن الذي يحوي الجميع هو لا زال يوالي ولاته ويحبهم طيب لماذا تبدأ تفتش بعض الناس كما قلت في لقاء بعض الناس يشتغل يا شيخ جهاز أشعة مقطعية الله أستاذ كلما رأى إنسان ذهب إلى صدر قال هذا يريد كذا كلمته التي قالها في المجمع الفلاني ترى قصده كذا يا أخي الذي يعلم السر وأخفاه الله العليم بذات الصدور هو الله الذي يعلم ما تسر صدورهم وقلوبهم هو الله لذلك أعداؤنا الآن الفوضى التي يسمونها في بعض مراحلها في الخليج العربي وغيره يسمونها الفوضى الخلاقة التي أتت بها أتى بها الغرب الكافر ما معنى الفوضى الخلاقة فوضى الخلاقة أن تكون دول الخليج بالذات غير هادئة وكيف هادئة يعني تتصور أنهم يصلطوا عليهم أعداء من خارجهم أعداؤناهم أعلم حتى الرافضة الجبناء هؤلاء هم يعلمون بأن أهل السنة إذا توحدوا وربي والذي بعث محمد بالحق إن صبيان أهل السنة يكفون في الملالي والرافضة يكفي لأن الجبن أولئك في قلوبهم واليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذور بأسهم بينهم شديد لذلك لماذا هم قالوا إذن لا يتوحدون الخطة الاستراتيجية لأعداء الإسلام أن يخرجوا من المسلمين ممن هو على عقيدة المسلمين ظاهرا من يهدم الأهل الإسلام في داخل بيوتهم بتمزيق الصد بتحزبات بأحلاف بتحزبات وبيعات وإلى غير ذلك وبعضهم يتكلم عن غيره عن دين على دين الله أتغار على دين الله تكفر نصف المسلمين أتغار على دين الله تبدأ تتحدث في نيات المؤمنين الغير على حرمات الله أدعوهم إلى الصف الواحد أدعوهم إلى التفاف حول علمائهم حول ولاة أمورهم أدعوهم للعلم الشرعي يا أخي ليس أن تبدأ تصنف الناس لأنه ليصنف الناس ما معناه كان يقول أنا وما سوى يا أهلك أصلا أنت لو تقيم نفسك للحكم على الناس معناها أنت أفضل من المحكوم عليه أنت لو تتكلم عن سماحة الإمام الشيخ عبد العيز بن بازحة رحمه الله ونور قبره لو تقول هذا عبد العيز فيه كذا معناه أنك أعلم منه لو تتكلم عن العالم من علمائنا معك ومن أنت ومن أنا يعالج الخطأ بأخطاء بأخطاء ولذلك لماذا؟ لأن الذي يمليه الشيطان وتمليه الأعداء أعداؤنا في المرحلة هذه وينبغي أن يعلمها الجميع أعداؤنا في المرحلة هذه من مصلحتهم أن تبقى دول الإسلام في عذاب وفي قلاقلة وفي نيران ولي يكون ذلك بإرسال صواريخ علينا ولا أحبابي بتفجيرات بيننا وإن كان بعض المغفلين وبعض المستلبين من العقول والدين والعقل فعلوا ذلك لكن أخطر ما يهز هذا المجتمع أن يكون أبناءه الذين هم من جلدة واحدة ومن لسان واحد وتخرجوا من جامعاته وصلوا خلف أئمتنا ونهلوا العلم منهم يخرجوننا من المسجد هذا من الباب الشمالي وهذا من باب الجنوبي ولي طالع من هنا يكفر لي طالع من هنا مع أنهم لربما كان المعين واحد ما الذي مزق الشيطان أعداؤنا التربص مواقع أسباب كثيرة هل السياسات شخصية تستغل مثل هذه الفرقة والتحزبات لأهداف تخدمها نعم سياسات ظاهرة أعداؤكم أحبابي والله ثم والله إن أعداء الملة من أكبر مكتسباتهم في هذا الوطن وفي كل وطن من أوطان المسلمين أن لا يبقوا بين أبناء الوطن الواحد ألفه أن لا يبقوا بينهم مودة أن يجعل كل واحد منهم كفر الثاني يا شيخ بعضهم يقول فلان مبتدع كافر يا أخي أنت الكافر الأصلي سلم منك اللي ما قال أشهد أن لا إله إلا الله ما سلم منك سلم منك الكفار الأصليين سلموا وذهبوا ببعض الرؤى المنكوسة وبالعلوم من زوعة الدسم وبالسوء في الظن وابتدأوا على إخوانهم تلاحظ بعض الناس يا شيخ يستقيم وأنا أنادي إخواني في كل مكان بعضهم يستقيم كان ظال منحرف لربما كان على عقيدة الرفض لربما كان على عقيدة العلمنة لربما كان لا ديني لربما كان عنده لوثة الحاد ثم لما استقام أتى إليه أحد من دعاه إلى الهداية وقال اسمع احذر فلان وفلان 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 وليس من هؤلاء لا يهودي ولا نصراني ولا رافضي لا حتى لا تذهب بعيدا هذا ما يحصل الآن في أرض الأحواس مصيبة به يعني على عقيدة فاسدة وكان مغشوشا بعقيدة ملالي إيران ثم بعد ذلك قبل أن يدعوه إلى الخير ويدعوه إلى التوحيد يبدأ يحذر ويصنف ويريده أن يتجه إلى الاتجاه الذي يتجهه هو ليس الإسلام هذا الذي يريد أن يجمع الإسلام في قربه هذا الذي يريد أن يجمع البحر في بركه هذا الذي يريد أن يؤ وكأنه يقول الله لا يرحم من عباده إلا أنا ومن كان على مثلي هذا نقص في الفقه ولذلك إذا أتاك أيها المستقيم أيها المهتدي يا من دخل نور الوحيين في قلبه إذا أتاك شخص يحذرك من إخوانك المؤمنين فاعلم أنه من أعدائك ولو كان ثوبه ثوبك ولو لسانه لسانه يا أخي لو أن أحدا يريد أن يحذر من أحد لكان علماؤنا سماحة مفتينا لو أنه أراد أن يحذر من سين من الناس وأصدر بيانا ألا يسقط في عيون الناس كم هناك من فتوى من علمائنا المعتبرين أخرج أسقط فلان وفلان غير الأحزاب الكبرى الضالة تجد أنهم أهل العلم فيهم عفة في اللسان يبحثون لإخوانهم عن عذر ولذلك يا شيخ جند الشيطان فريقا وهم حزبه الخاسرون فريق إنما هو لا يهتم إلا بي بالمهتدين من أبناء الإسلام ولذلك يحذر من سين وصاد وباء وحاء وفي النهاية حتى بعضهم يحذره من أبيه بعضهم يحذره من إمام مسجده بعضهم يحذره من علاة أمره بعضهم يحذره من علماءه إذن من يبقى لي في أمتي؟ أنا كأنه يقول أنا أنت أنت؟ والله إن بعضهم لو تختبر في أصول العقيدة والله إن بعض أولئك اللي يمسكون بعض المهتدين يقول تعال في البيت عندي ويعطيه الهواء والشاي والله إني أحبك فينا لله ترى من صفاتهم التشاؤم ومن صفاتهم الجهل ومن صفاتهم لعن المجتمع ومن صفاتهم هلك الناس جرح التعديل ومن صفاتهم أنهم يجرحون مع أن تراهم لو يزكون سباكين الأمة منجارين الأمة مع احترامي للسباك والنجار فهم إخواننا وكسبوهم طاهر لكن لو يزكون سباك عن سباك أنا لا أقبل تسكيتهم فكيف يزكون عالما على عالمين أحدهم من لسمي نفسه عالم جرح وتعديل وقاعد يحذر من أناس وأناس قلت له يا أخي عدق لي أسس العقيدة الإسلامية سؤال بسيط شيخ عبد الله أو لا أسس العقيدة الإسلامية فقطب جبينه وعرك عينيه وتمطى ثم شهق ثم قال تقصد ماذا أركان الإسلام قلت لا أسس العقيدة أنا ما قلت أركان الإسلام الظاهرة ما استطاع أن يجاوب مع أن السؤال يا أخوان أسس العقيدة هي أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكة سؤال أبجدي يعني فطالبه الأبتدائي لم تستطع أن تجيب عن أسس العقيدة وتبدأ تفسق وتعدل حتى أن بعضهم من جهله في بيته علق المشانق والمشاجب أما المشانق فهو قتل بعض علماء الإسلام علقهم خلال هذوله ما يدخلون للجنة أعوذوا بالله وبعضهم علقه على المشاجب جرحا وتعديلا أحبابي دعوا الجرح والتعديل لعلماء الأم هم الذين إذا جرحوا جرح من جرحوه لأنهم ينظرون بنور الله نحن لا نتخذهم أربابا علماؤنا لسنا كالرافضة الذين يعبدون ملاليهم من دون الله اتخذوهم كأنهم كاليهود اتخذوا أحبارهم أربابا ورهبانهم أربابا من دون الله لا نحن لكن علماؤنا إذا نطقوا نطقوا بعد أن يكون عندهم فقه للمآلات ولديهم فقه في البدايات والمآلات وفقه في النصح وفقه في الإنكار أما أولئك الذين يريدون أن يقطعوا أواصرنا ويفرقوا صفنا ويزهدون في حق ولاتنا ويكرهون في علمائنا حتى أن بعضهم يريدون أن يحببوا الناس في ولات الأمور فبغضوهم بغضوهم في ولات الأمر حسب الله عليهم وفرقوا بين الحكم المحكم وفرقوا حتى أن بعضهم ظن أنهم هم المتحدثون بإسمه غير صحيح هذا غير صحيح العلماء العجيب أنك تجد هؤلاء الذين أو كل إليهم الشيطان وتمزيق الأمة تجد علمائنا الرسميين قليل لهم وظائف رسمية ألسنتهم عفة لا يشتطون أحد لا يتكلمون أحد ينبهون أنا لا أقول ما فيه مبتدع لا أقول لا يوجد منكرات لا يوجد هذا وهذا وهذا لكن ينبغي أن نسلك في إنكار المنكري طريق المعروف لأن نسلك في طريق المنكري منكرا طيب إذن يا شيخ سعد معي تصامي للسعودية أبو صالح السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أهلا وسلام بك تفضل أخي جزاك الله خيرا عن المقالة هذه في سبب بعضها البعض في الإسلام سامن يا أبو نعم تفضل ولكن أريدك أن تنصح يعني في بعض الناس يعني يشوه بالإسلام في اللحى وفي غيرها وفي غيرها ويظلمون ويتكلموا على الناس لحتى أن الناس تسبح تسبب الإسلام نعم أشكرا جزيلا يا أبو صالح يعني دعا يا أبو صالح يقصد بأن يعني كثرت الجرح والتعديل بين الطواعف الإسلامية الناس لما تشوف هذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا يكرهون يعني هذا الدين ويقول يعني ما هذا الدين الذي فيه مثل هذه الانتماءات والتحذيرات أن أقيموا الدينة ولا تتفرقوا فيه التفرق هذا داخل دائرة الدين الواحد هذا الذي قال عنه أبي صالح اللي يقول أبو صالح الآن أنه لربما الناس أسقطوا القدوة في مجتمعاتهم عندما رأوا أهل الخير في تناطح وفي تصارم وفي تلاحي وفي تدابر وفي تقاطع وفي انشغال انشغل بعضهم ببعض أحبابي ليس في ديننا ذاك التمزق في ديننا لربما نختلف تنوعا أنت تريد أن تخدم الدين عبر الأمر بالمعروف هيئات الأمر المعروف فتسلكها وأن تخدم الدين عبر جماعة التحفيظ القرآن الكريم وأن تخدم الدين عبر الجمعية الخيرية الرسمية التي ترعى الفقراء لكن ما عندنا حزب حزب يمزقنا ونسميه حزب إسلامي لا يوجد حزب يمزق أبناء الأمة الواحدة ويسمى إسلامي لأن الإسلام في الأصل فسطاتنا جميعنا جميعنا يجب أن نكون تحته وسهل أن يتسمى الإنسان بالإسلام أو ينسب وأسسها الإسلام إيران قالت أنها الإسلامية نعم وهي تهدم الدين بل إن كانت على الدين وليست كذلك خاصة ملاليهم أقول نحن يا أخي كيف يكون جماعة إسلامية وهي تدعو إلى قطيعة الجماعة الأخرى كيف جماعة إسلامية وتلك تهدم قواعد تلك وتلك تتصارم مع تلك حتى فعلا كما قال أخي صار بعضهم إذا قال يا أخي أنتوا يا الصالحين أصلحوا أول وبعدين تعالوا لنا هذه مأساة والله كبيرة نحن الأنصار والمهاجرين عندما هاجر المهاجرين إلى الأنصار كانوا لحمة واحدة آخ الحبيب عليه الصلاة والسلام بينهم نحن أمة واحدة ولذلك أول من أسسنا فكنا أمة واحدة ونهانا عن التفرق وأمرنا أن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق هو الله كان أول من أسس هذا الحزب الواحد في هذه الأمة كلها هو محمد عليه الصلاة والسلام هو الله هو الذي قال هو سماكم المسلمين من قبل هو الله سمان المسلمين الله سمانا والإسلام معناها استسلام لله بالتوحيد انقياد له بالطاعة خلص من الشرك أول ما يجمعنا هو التوحيد فإذا سلمت العقائد فكل ما حوله بعدها يكون اختلاف تنوع أما إذا اختلفت العقائد فليس هناك اجتماع في الأصل لذلك نحن لا ندعو نقول أن نجتمع ولو كان مع الرافضي ومع المجوسي ونتكلم عن الليبرالي لا أولئي أتكلم عن المستسلم لله هذا هو حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب الله حزب واحد وليس حزب إبليس اللي في جنوب أسف لبنان لا أتكلم عن حزب الله الذين هم ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم يجب أن نتصالح ولذلك أنا أقول إعلان التصالح بين المسلمين أكبر رد على أعدائك والله ما شردم أمة محمد وما جعل التناحر والدماء في بعض بلادها وما جعل الدماء تسيل تحت أقدام أولئك إلا هذا التحريش الذي اجتهد الشيطان والشيطان في هذه الأزمان لديه استراتيجيات دقيقة جدا أنا لا أمدح الشيطان في هذا المقام لكنه ذكي في تمزيق نحمة المؤمنين تمزيق ولذلك والله لو استمعنا على صعيد واحد نحن بنوا الإسلام وقلنا هذا هم اليهود ونحن أهل الإيمان في حزب واحد توحيد ونقاء ومحبة وسلوك وأخلاق وفكر نقي وعلماؤنا وولاة أمور والله لا يقف عدو لنا فوق هذه الأرض إذا كان الأرض فيها ستة آلاف مليون وتعداد المسلمين مليار ومئتين يعني ألف ومئتين مليون والله أقل من مليون يكفي لأن يطهر الكوكب الأرض كما قال أحد المفكرين عندما نظر إلى مكة ونأقول للذين يوزقوننا يا أخوان قبلتنا واحدة قبلتنا واحدة يصلي بنا في مكة ليلة 27 صلة 2 مليون يعني يمكن سكان أربع دول أو خمس دول من دول الخليج 2 مليون يصلي بهم واحد الله أكبر الله ما يدخلون في الصلاة إلا بعد أن يحرم يكبر ثم لا يخرجون حتى يسلم لا يركعون حتى يركع لا يرفعون حتى يرفع أي دين رتبنا ونظمنا أمام الله جل وعلا لقبلة واحدة هذا الدين أن أفترق بعد أن نسلم يا أخوان كيف نفترق بعد أن نسلم ألسنا نقول الله أكبر هو الكبير في أسمائه وصفاته جل وعلا وفي ربوبيته وإلهيته فلماذا نفترق؟ لماذا نفترق؟ إلا لأن الشيطان بعد ما خلصنا من الصلاة بدأ ينشر البغضاء بيننا بدأ يحرش بيننا بدأ نتكلم في مناهجنا مع أن يجب أن يكون المنهج واحد لا نطيع أحدا أن يأتي لنا بمستوردات من الأفكار ولذلك بعضهم يقول يا أخي الله يبعث على رأسي كل مئة سنة من يجددينها أخي الحبيب فقه هذا الحديد تجديده على الأصول الأولى ليس بتجديد من عندك الله يجزاك خير تجيب لي أصول من عندك والسهادات من عندك تفرقنا لا إنما أنت تحيي ما أتى به الوحيين سنة محمد صلى الله عليه وسلم تقرأ في الوحيين ثم تنتهي تجدد بعد أن اندرست المعالم لا تأتي لي بقواعد من عندك ولا بأهداف من عندك ولا بأفكار من عندك نحن قد كفينا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا أحسن الله عليكمي شيخ سعد معي اتصال من السعودية أبو محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيّاكم الله وأهلا بك أحيي وحيي شيخ أتيك الأتيك اللع يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتكم وإياك حبيضك الله يا أخ الكريم والله محشودين على ولاة الأمر والله محشودين على النعمة ولات الأمر هادر قمة قمة والله أننا محسودين عليهم والله أننا محسودين عليهم ناس ولاة الأمر هذولي والله أكم دولة تتمنى لولاة الأمر اللي الآن هذولي ماسكيننا هذولي ولاة الأمر تاج على روسنا والله العظيم وأننا مقصرين في الدعاء لهم المطروض أننا ندهي لهم أكثر وأكثر فأنا أقول لك يا أخي الكريم والله يبشركم قلها اللي يفسدون في الدين هذولي مثل ما قال الشيخ عتيق العتيق لو تسأل لو تسأل عن الدين والله ما يفقى في الدين شيء ما يفقى مسكين يعني ناس يعني باندل شقول والله ما الشافر مع الناس اللي قاتلوا هذولي ولا شالي والله إنهم ما يفهمون في الدين ناس الله لعبوا شيء شكرا لك يا أبا محمد على هذه المداخلة شيخ سعد يعني أهم القواسم التي يمكن أن نشترك فيها لكي نكون تحت قبة هذا الإسلام يعني هناك يعني كما ذكرت اختلاف تنوع ولكن لا يكون هناك يعني لا يؤدي الاختلاف تضاد كيف يكون هناك يعني مع هذه التحزبات ومع هذه الانتماعات واختلاف الأفكار أن نعمل عمل واحد ويعني يجمعنا قواسم مشتركة للانتماء الحقيقي لهذا الإسلام حقيقة إذا كانت الأهواء هي التي تحكم فلن نلتقي إذا كان كل واحد يقول عندي والشر بجواري فهذا والربي لن نصل ولذلك مشكلتنا في عدم التفرق قضاء وقدر الله جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين الاختلاف هذا قدر كوني ستفترق أمتي افتراق الأمة هذه كما ورد في الحديث هذا أمر كوني قدري ليس يعني لا يمكن الإنسان يقول بما أن الحبيب قال ستفترق إذا لا بد نفترق أنت غير مطالب بالافتراق أنت مطالب بالالتمام والاجتماع لكن هذا حكم قضاء قضاء كوني أنه ستفترق هذا قضاء الله لا بد أن نلتقي ولن نلتقي حتى نعود للمعين الصافي لا بد أن نعود لصافي مصيبة بعض المتحزبين وبعض المتحدثين في أعراض المؤمنين وفي بعض الذين يفتون في عضد هذه الأمة ممن يكرهون الناس في ولاة أبورهم أو في علمائهم المنبع غير نقي المنبع غير نقي ليس طاهر بل نجس بعضه يحاكمك على أقوال بشر يا أخي نحن قد كفينا لدينا الوحيين ثم إذا كان المنبع نقي من الذي يفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هم علماء الأمة لا تأتي لي بحدثاء الأسنان كبلمس يا شيخ ما يعرف حكام المسح على الخفين والآن ينظر الأمة في والله مأساة يا شيخ والله يا شيخ الدين كله ليس فيه فروع كل الدين نأخذه نحن لا نفصل في الدين لكن تجد يجهل طهارته الخاصة في بدنه ثم الآن ينظر الأمة ها هذا ممكن أن يحكم للأمة أو أن تلتقي الأمة معه على نقطة ائتلاف لا بد بعد أن ننقل معين ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه نأتي إلى علماء الأمة العلماء الربانيين العجيب أنه إذا قلنا لبعضهم علماء قال العلماء من العلماء وبدأ يتكع على أريكته وابتدأ أن يعدل في العلماء هو ترك العوام والحكام ثم اندخل في العلماء وابتدأ أن يعدل فيهم ويجرح وهنا أقول أعداؤكم الآن يبثون الفرقة بينكم اليهود أكبر إنجاز لهم ليس فقط أن ملكوا فلسطين وليملكوها بإذن الله وفي أمة محمد عرق ينبض إنما هي مرحلة التدافع لكن لماذا استطاعوا هم لا يتكئون على الأرائك هناك في أماكنهم إلا إذا رأوا الأمة تتطاحن شغلت بأنفسها ولذلك لاحظوا الآن ماذا يفعل ماذا تفعل اليهود في فلسطين وماذا يفعل وما تفعل الرافضة التي إذن يصدرون خبثهم وقيحهم إلى بلاد المسلمين يحركون جنوب هذه الأرض وشرق هذه الأرض وشمال تلك الأرض لا يريدونها تهدأ لأنهم يعلمون أن خسائرهم فيما يزعمون إذا صدروا ثورتهم لأي أمة إذا كانت متناحرة خسائر أقل لأنهم سيأخذونهم فأعود لا بد أن يكون المعين واحد وأن يكون العلماء وأن تكون على عقيدة سلف الأمة وقلناه كلمة سلف الأمة معنى كلمة أني أنسب نفسي سلفي سلف الأمة ليست سلف الأمة عقيم ليست حزب ليست حزب سلف الأمة معناها عقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة التي ينبغي أن تكون جميع الأمة باختلاف التنوع فيها أن تكون هي عقيدتها وأن تكون مناهجنا جميعا لا تنطلق قبل أي دعوة وقبل أن ندعو الناس ينبغي أن نبدأ بما دع الحبيب أصحابه إليه ثلاث عشرة سنة يدعو للتوحيد فلما أن نبتت نابتة التوحيد وكانت وارفة الظلال هاجر إلى المدينة وهنا قامت الدولة لذا نقول للأخوان أيضا إذا عدنا للعقيدة نبدأ نعلم الناس العقيدة مصيبتنا في حدثاء الأسنان أولئك سفهاء الأحلام الذي نبات بعضهم يمزق الأمة ويقتل الأمة ويسيل دماء الأمة أنه لو عاد إلى عقيدته كما يجب لعلم أن الكعبة أن تنقض حجرا حجرا أهول عند الله من إراقة دم تريق دم مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أسامة رضي الله عنه ابن حب رسول الله عندما قتل رجلا اتقى فقال أشهد أن لا إله إلا الله قتل قال أقتلته بعد أن قالها يعني من غضب الحبيب حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا تلك الساعة أعود فأقول نجتمع على المعين الذي يغرف لنا منه الزلال علماؤنا الربانيين وننطلق متحابين تحت عقيدة التوحيد عقيدة التوحيد متحابين لأن بعض الناس أيضا من جهلهم يقول خل التوحيد فإن التوحيد يمزقنا هدا ما اجتمعنا على التوحيد ما اجتمعنا أصلا أي دين هذا لنلتقي عليه هذا كان ليس الدين لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا يا أخوانا ليجعلنا ما نتمزق التي بعدها أن نتواصى على على أخوة الإيمان أعذار إخواننا لماذا هذا التعمق والتشدد لماذا هذه الغلظة يا أخي المؤمن أشداء على الكفار رحماء بينه يا أخي نبتت نابتة بين ظهران بعض إخواننا يا أخي أشداء على المؤمنين رحماء مع الكفار أعوذ بالله من الانتكاس يا أخي تجد إذا أراد يناظر مؤمن خرجت عيونه من مكانه واحتد في لسانه واستطال بيده واستبع حدمه ولعنه وشتمه وحذر منه أعوذ بالله أخوك يا أخي أين أخوة الإسلام هذه ولذلك بعض الناس استوطن الشيطان وقلوبهم صارت مستوطنات للشيطان وصار والرب يعطي أوامر له لا ينطق إلا بما عياذا بالله بما يرضي الشيطان تجده على المؤمنين غليظ شحاد متعمق متزمت يا أخوان الرفق أين هو محمد بن عبد الله قال الحبيب عنه ولو قال الله عنه ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا أين لماذا هذه الحدة بين المؤمنين لأين إعذارنا لإخواننا أين الرفق مع إخواننا أين بشروا ولا تنفروا أين هذه الأوامر قد يكون في بال بعض الناس بأن الإنسان لا يخطئ تماما ولا يقع في المعصية ولا يقع في حتى قد يقع في البدعة يعني هذا لما يقع خلاص انتهى وهذه يا أخي فكر الخوارج الذين ابتلية الأمة بهم الآن فكر الخارجي الذي هم على بني الإسلام نارا وعلى أعداء الإسلام بردا وسلاما تجدهم الآن يقتلون أهل السنة مع أن بجوارهم مجوس الأمة وبجوارهم يهود لعنهم الله ومع ذلك سلم اليهود وسلم المجوس وما سلم إخوانهم يكفرون أهل الكبائر يكفرون أهل الكبائر ومن هنا ومن هنا هذه النابتة الفاسدة التي هي الآن تدمر في الأمة وهم أخلصوا خوارج العصر أخلصوا أعداء الأمة لأعداء الأمة يعني هم أخلصوا أعداء الأمة هل لي في الخارج؟ لأنهم من الأمة نفسها فيما يزعمون وليسوا منها ليسوا منها كيف منها وأنت تفصل رأس وتنحر طفل وتدمر بيت وتستبيح عرض وتستبيح مال أيها يا أخي لو يسويها واحد من المسلمين ذبحناه على مقر بالشرع لو واحد يا أخي من المسلمين يقتلوا مسلما قتلناه من الذي أباح لهم هذا؟ ولذلك يا شيخ عندما اتخذوا عقولهم والمبادع التي ورثوها من الشيطان ومن أعدائهم والعجيب أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهؤلاء الذي قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون في خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم هذه الأوصاف العجيب أنك تجدها منطبقة ولذلك يا أخوان العلم تسلحوا بالعلم ليجعلك يا أخي ما تستبيح عرض مؤمن ولد مؤمن هو الخوف من الله ووالله من قتل مسلما من قتل مسلما والله إن خوف الله قد خرج من قلبه يا أخي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام إذن التكفير صاحب الكبيرة وبدعوى أنهم متمسكين بالدين تكفر صاحب الكبيرة ولا تكفر من ليس في أهل الدين ما دخل الدين وما دخل بعد بدعوى أن ذاك كافر أصلي وهذا كافر مرتد اهتزاز في الموازين لذلك أحبابي نحتاج إلى أن نعود أن نطلب العلم نحتاج إلى أن نخرج من قلوبنا هذه الضغائن نحتاج إلى أن لا نؤجر عقولنا لأعدائنا نحتاج إلى أن لا نسمع لأولئك أصحاب الشهوات أقصد الشبهات الذين باتوا في وسائل الاتصال يبثون كيدهم لذا دعوة والله دعوة إلى أن نعود إلى ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام إلى عقيدة أولئك الأعلام سلف هذه الأمة الذين نصروا هذا الدين وبلغوا بهذا الدين بل سقوه دماءهم ودمعهم وعرقهم كانوا أهل خشية كانوا رحماء بينهم كان منهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا شخص سعد عقارب ساعة المخرج أشارت لي بالتوقف لانتهاء وقت الحلقة أشكرك شكرا جزيلا ونسأل الله أن يسلع أحوالنا وحالب المسلمين آمين أشكركم مشاهدي يا كرام على حسن المتابعة والمشاهدة ألقاكم بإذن الله في مساء الخميس القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة